موسيقى مشاهدين أهلا وسهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة الأخبار المغربية أفادت السلطات المحلية لإقليم تونات بأن شخصا لقي مسرعه أمس سنة لاثنين فيما أصيب آخر خلال مساهمتهما كمتطوعين ضمن فرق إخماد الحريق الغابوي الذي اندلع أمس على مستوى غابة خندق تيانا المتواجدة بالنفوذية الترابي لجماعة كلاز دائرة غفسه إقليم تونات وأوضحت السلطات أن الشخص الذي تعرض لإصابة المتفاوتة الخطورة نقل إلى المستشفى الإقليمي بتونات لتلقي العلاجات الضرورية فيما تتواصل حاليا الجهود من أجل لإحتواء هذا الحريق الذي أتى في حصيلة مؤقتة على حوالي ثلاثة وثلاثين هكتارا من المجال الغابوي أشرف رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم الاثنين بالرباط على مرسم توقيع اتفاقية إطار حول تنفيذ برنامج للرفع من عدد مهنية القطاع الصحة في أفق سنة الفين وثلاثين ويأتي هذا التوقيع في إطار إنجاح تنزيل المشروع الملكية المتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة التقرير لعثمان طاهري من أجل مغرب المستقبل وبهدف الرفع من عدد مهني قطاع الصحة في أفق الفين وثلاثين برنامج فعال ومهم تم الانطلاق في رحلة البحث عن تحقيقه من خلال اتفاقية جرى توقيعها تحت إشراف رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش وبتوقيع من وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبداللطيف ميراوي بالإضافة إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي الأقجع هذه الاتفاقية الإطالية توقعت اليوم جاءت من بعد المجلس الوزيري لتأسوا صاحب جلالة والذي اعطى فيها الأفاق الجديدة وهذا الواش هو واش كبير ملكي الذي سيمشي مع الواش الملكي الكبير دي الحماية الاجتماعية والذي أول حاجة سنشتغل عليها بدوبها هي العنصر البشري الاتفاقية نالت التوقيع قصد تنفيذ الإجراءات الأولية لتفعيل إصلاح المنظومة الصحية الوطنية والمتصلة بتكوين الموارد البشرية الطبية نحن نعرف بأن المغرب يعيش بخصص كبير 35 ألف طبيب 32 ألف طبيب و65 ألف ممرض إلى ما درنا إجراءات اليوم بكري لم يمكن نوصلوا المعايير التي تحت عليها المنظمة العامية الصحة وهي 25 طبيب لكل 10 ألاف ناس الماء والتنمية المستدامة وهي 45 طبيب لكل 10 ألاف ناس الماء الاتفاقية الإطار هاته رؤية شمولية تطمح إلى ضمان استقرار الطبيب المغربية في العمل بالمغرب حيث الموطن وتجويد التكوين في هذا المجال واحدة رؤية شمولية اللي بغينت كل جاذبية ديال الطبيب المغربي باش يبقى في بلاده واليوم بالنسبة للدخول لجميع الماجي عد نزيدو 20% ديال المقاعد ديالطلباء الأطباء ومن هنا الـ 2026 سنضب له هذه الأرخام التي عندنا اليوم وكذلك كلها ستجعله بأن الطبيب المغربي يبقى في بلاده هذا ويأتي مشروع الاتفاقية الإطار من أجل تنفيذ برنامج تعزيز الموارد البشرية بقطاع الصحة في أفق 2030 تجسيدا للعناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقضايا الصحة وتأهيل العنصر البشري للقطاع إلى الرباط حيث عقدت مباحثات بين وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبداللطيف ميراوي ووزيري التعاون الإقليمي بحكومة دولة إسرائيل عيساوي فريش اللقاء كان فرصة لتعزيز علاقات التقارب بين الجامعة المغربية ونظيرتها الإسرائيلية التقرير لماريون بن عيسى شكلت سبل تعزيز علاقات الشراكة بين الجامعات والمؤسسات البحثية المغربية ونظيراتها الإسرائيلية محور مباحثات أجريت بيري باط بين عبدالطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وعيساوي فريش وزير التعاون الإقليمي بحكومة دولة إسرائيل اللقاء كان مناسبة لتناول الجانبان إمكانات التعاون في مجالات عديدة اليوم نحن نمشي في توجه لنجعل تبادل بالنسبة للطلبات والباحثين ونحاولون نخدمه في المجالات المهتمين بها في دولنا وفي جوجبنا وبالخصوص في التكنولوجيات الحديثة وفي الرقمنا وفي الدكاء الاصطناعي لدينا واحدة توجهات التي إن شاء الله سنخدمها لجميع وبالخصوص تكوين الدكاتيرا من الجيل الجديد اللقاء يأتي في إطار سلسات من الاجتماعات الرسمية التي قام بها عيساوي فريش مع عدة مسؤولين حكوميين مغاربة وتمحورة حول مواضيع رئيسية تهم التكنولوجيات الحديثة والرقمنا والذكاء الاصطناعي وكذا تعزيز الشراكات في مجال تكوين الدكاتيرا من الجيل الجديد كما ذكر سعادة الوزير العملية تبادل طلب ومنح اسكالرشب للتعليم في المغرب وفي إسرائيل هذا أمر مهم جدا لصنع وفتح بوابات التعارف وشكل هذا الحدث مناسبة لتعزيز التقارب بين المغرب والدولة العبرية في مجال تشجيع البحث العلمي حيث يتوقع أن يكون لمثل هذه البرامج صدا إيجابي لدى الطلبة المغرب ويساهم بشكل بارز في مد جسور التعاون بين المؤسسات الجامعية في كلا البلدين في الشأنية التونسي نسبة المشاركين في الاستفتاء على الدستور الجديد قاربت 27.54% حسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فإنما يقارب مليون ونصف مليون ناخب من إجمالي حوالي 9 ملايين ناخب مسجلين داخل البلاد أدلوا بأصواتهم سيتم الإعلان على أبعد تقدير عن النتائج الأولية عشية اليوم في انتظاري الطعون وسيكون أمام الهيئة ثلاثة أيام للبث في النتائج الأولية للاستفتاء بينما سيتم إعلان النتائج النهائية بحلول الثامن وعشرين من غشت المقبل رفض رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز بشكل قاطع اقتراح المفوضية الأوروبية لخفض استهلاك الغاز مؤكدا أن إسبانيا لا يمكنها قبول الاملاءات دون مناقشة أو تشاور والتي سيكون لها أثر ضار على النسيجي الصناعي مع عدم وجود فائدة واضحة لأحد التقرير لأمين السيادة رفض رفض قاطع ومعارضة وستنكار هكذا قابل رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز اقتراح المفوضية الأوروبية لخطة خفض استهلاك الغاز للتغلب على انخفاض الامدادات الروسية سانشيز اكد ان مادريد لا يمكنها قبول الاملاءات التي سيكون لها تأثير ضار على النسيج الصناعي دون مناقشة أو تشاور معتبرا ان هذا القرار ليس له اي فائدة واضحة للدول السبع والعشرين سانشيز اعرب عن قناعته بان المفوضية ستعمل على الوصول الى اتفاق متوازن لصالح اوروبا في الايام المقبلة اما حكومته ستدافع على حد قوله عن مصالح اسبانيا ضد الحلول المفروضة كما ستعمل على ضمان الغاز لجميع الدول الاوروبية وبهذا الموقف تنضم اسبانيا الى قائمة طويلة من الدول الاوروبية المعارضة لهذه الخطة كفرنسا والبرتغال والبولونيا وايطاليا الى مدينة مراكوش حيث توج المركز الوطني للدراسات والابحاث حول الصحراء التابع لجامعتها القاد عيادة باحثان بالجائزة الوطنية للدراسات حول ديناميات المجال الصحراوي مريم بن عيسى والتقرير التالي بحضور شخصيات وطنية ودولية احتضنا مركز الندوات التابع لجامعة القاد عياد بالمدينة الحمراء احتضنا حفلا لتتويج الفائزين بالجائزة الوطنية للدراسات والابحاث حول ديناميات المجال الصحراوي الجائزة تعد تثمينا وتشجيعا للبحث العلمي بالقضايا التي تعنى بالمجال والذاكرة والتنمية والقانون الصحراوي وقد عادت مناصفة للأستاذين الباحثين بجمع بيناه عن جامعة محمد الخامس بالرباط وعبدالخالق السدات عن جامعة ابن طفيل بالقنيترا الجائزة التي يشرف عليها المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الصحراء تمنح لكل عمل صادر في كتاب أو أطروحة لنيل الدكتوراه نوقش داخل الجامعات المغربية أو في الخارج على أن يكون مرتبطا بأحد المواضيع المتعلقة باهتمامات المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الصحراء ولم يسبق له أن أجهزه من أي جهة وطنية أو دولية في المدن السالح الساحلية يبقى شاطئ وجهة مفضلة في ظل استمرار موجة الحر التي تجاوزت 47 في بعض المدن من المملكة نتابع التقرير لشيمة بكة مع إطلالة فصل الصيف وهروبا من موجة الحر الشديدة المتواصلة منذ أيام يبدأ الحديث عن اختيار الوجهات السياحية لدى الأسر المغربية المدن الساحلية وجهة مفضلة للبعض للانعطاق من شدة الحر فيما يفضل آخرون هدوء وسكينة المساحات الخضراء نحن جينا مدينة بنملا لحقاش مدينة بنملا لحقاش مدينة بنملا لحقاش سخونة بالزاف والحرارة لتجعنا لنا مدينة رباط لحقاش برداء وفيها بعدها بلايس فيني تساروا الدراري وكي البحر القبوا الدراري راح تم ونفوجوا شوية تجاوز موجة الحر ثلاثين درجة بالرباط والسبعة وأربعين في مدن أخرى غير ساحلية دفع بالكثيرين إلى التردد على الشواطئ التي باتت ملاذا للتواقين لقضاء لحظات انتشائي في كنف البحر هذه يامت الحرارة بزاف طارعة بزاف عفتي ما قدرناش نقص في الدار بحكم الدراري دابا عطلة بتنام شوية البحر يتبردو كانت مشوية لابيسين البحر وكانت منه وكانت نقص شوية الحرارة درجات الحرارة التي سجلت معدلات قياسية في عدة مدن بالمملكة ستدفع بالكثير من المواطنين حتما إلى ارتياد الشواطئ والمنتجعات السياحية أملا في التخلص من رتابة الحر وقساوته وببن ملال قرر المجلس والجماعي للمدينة سحب عدادات المياه من النوافير العمومية الرئيسية قرر يندرج حسب الهيئة المنتخبة في إطار تدابير خاصة بالحد من الاستهلاك المفرط عودة مع مريم بن عيسى مع موجة الجفاف التي يشهدها المغرب وفي الوقت الذي يتضاءل فيه مخزون المياه قرر المجلس الجماعي لمدينة بن ملال في إجراء عقلاني سحب عدادات المياه من النوافير العمومية الرئيسية بالمدينة هذا القرار يأتي حسب المجلس بالتزامن مع إعلان وزارة التجهيز والماء حالة الطوارئ المائية في مواجهة موجة جفاف غير مسبوقة تطال المملكة وفي إطار تفعيل الدورية الصادرة عن الوزارة بشأن ترشير استخدام المياه قررنا أن نسدوها المجموعة للسقاية العمومية التي كانت تستهلك الماء بدون حاسيب ولا رقيب وكذلك أخذنا قرارات التي كانت مهمة لأنه المنع غسل السيارات بالمدار العين السردون خاصة بالسواقي وبينما يؤيد آخرون هذا القرار المنطقي للهيئة المنتخبة معتبرين أنه يندرج في إطار التدابير الخاصة للحد من الاستهلاك المفرط وغير المعقلن للمياه يشجب العديد من الفاعلين الجمعويين والمواطنين هذا القرار معتبرين أن النوافير التي تروي عطش المرة ليست فقط مجرد مصدر لمياه الشرب بل هي أيضا تراث معماري وثقافي وفي الوقت الذي تتناقص فيه الموارد المائية على مستوى المملكة أوضحت الوزارة الوصية أن منحن استهلاك المياه يعرف ارتفاعا متزايدا مما يدعي ضرورة تدافر الجهود من قبل الجميع خاصة خلال الفترة الصيفية التي يصل فيها استهلاك هذه المادة الحيوية إلى ذروته بات الإسباني كارلوس الكاراس أصغر لاعب يصل إلى منصة الخمسة الأوائل في تصنيف رابطة محترف كرة المضرب منذ أن كان مواطنه رافي النضال قد حقق ذلك عام 2005 قفزة بات من خلالها خامسا على حساب نرويجي غاسبرودا عثمان الطاهيري وتقرير التالي بعد رافا مستقبل التينيس في إسبانيا حمله الكاراس النجم الإسباني يخطف الأنظار في سماء التينيس عبر العالم رغم سنه المبكر المتمثل في 19 سنة كيف لا؟ وهو الذي أضحى أصغر لاعب يدخل خانة التصنيف فيما يخص الخمسة الأوائل منذ أن فعلها نضال ابن منطقة مورسيا نجح في صعود مركز واحد إلى الخامس بعد وصوله إلى نهائي دورة هامبورغ حيث خسر الأحد الماضي أمام الإيطالي لورينتسو موسيتي إلا أن هذا النبأ سينطلق بعده الإسباني في رحلة البحث عن مجد في عالم التينيس الترتيب العالمي الخاص بكرة المدرب لا زال مركزه الأول من نصيب الروسي دانيال ميدفيديف متصدرا للتصنيف أمام الألماني أليكساندر زفيريف والإسباني نادال واليوناني ستيفانوس تواليا فيما استمر السيربي نوفاك جوكوفيتش في المركز السابع نهاية النشرة مشاهدين تفاصيل أوفا عن أخبار المغربي والعالم تجدونها على موقعنا الإلكتروني شكرا على حسني وطيب المتابعة أطيب المنا تجدونها ترجمة نانسي قنع